كشف مصدر مطلعاً اجتماعاً سيعقده رؤساء الكتل النيابية في مبنى البرلمان بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب من أجل الاتفاق على تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديدة وقال النائب عن الإطار التنسيقي سالم العنبكي أن الخلافات السياسية ما بين القوى السياسية السنية بشان المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد ما زالت مستمرة دون الاتفاق على اسم أي مرشح حتى الساعة وبينا أنه بسبب استمرار هذه الخلافات سيكون حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد بيد النواب وسيتم فتح باب الترشيح وأي مرشح يحصل على أغلبية أصوات النواب سيكون هو الرئيس الجديد وهذا السيناريو هو الأقرب للمشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ويبدأ البرلمان الثلاثاء المقبل فصله التشريعي جديد معلناً انتهاء العطلة التشريعية فيما لا تزال الاتفاقات غير محسومة بشأن المرشح البديل الحلبوسي بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية السنية ترجمة نانسي قنقر